اشتركوا في القناة وتعاونوا على البر والتقوى فإن البر يهدي إلى الجنة فهل تدري ما معنى البر وما هي صفات هؤلاء الأبرار إن البر أيها الصائم هو التوسع في فعل الخير ومعاملة الخلق بالإحسان إنه اسم جامع للطاعات وأعمال الخير المقربة إلى الله وإذا لم يكن رمضان أحد مواسمك للبر فأي موسم يكون تقرب إلى الله في رمضان بأعمال البر تنل محبة الله وتحيا حياة طيبة وتغنم بالشهر الكريم تصدق فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابك صر رحمك فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصر رحمك حافظ على صلاتك فمن حافظ عليها كانت له نورا ونجاة يوم القيامة خالق الناس بخلق حسن فإن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم قدم الخير للآخرين فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أدخل السرور على الناس فإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم